مشاهدين قبل أن نكمل نستمع إلى صوت الشارع في بورت سودان ودارفور وما هي مطالبه من الأطراف المتحاربة إلى صوت الشارع عانى شديد في الحرب دي يعني المواطنة سوداني خسر أي حاجة حرفياً أي حاجة إحنا خسرناها في الحرب دي ضاعوا لأنه إنتوا أولاد دولة وحدة في الآخر يعني إذا قعدوا يتبقوا حلوا المسألة دي بعناتكم خلوا الناس دي ترقع بيوتها الناس اشتردت وعانت ما عانت يغلبوا صوت الحكمة ويتركوا المعارك مع الجيش ويتركوا النهب ويتركوا المسائل دي والقتل يتركوها ويغلبوا صوت الحكمة ويخرج يعني عاوزين الحاجة دي تنتهي بأي طريقة بس نحن بنأيد السيد الغايد وبنأيد إنه بالتفاوض بالإصلاح بالحاجة اللي هم يشوفوها ويسوها لأنه صراحة المواطن ضاع فيها وتعب منها شايفين الحرب دي إذا دار تنتهي في الوقت الراهن مفروض تنتهي بتنحية دعم السريع ويرجع لأساس بتاعه الجيش قوات الشعب المسلح لأنه هي الأساس بتاعه ويدمرل عليها لابد من إنه يرجع ويخطع يحكم عقله ويرجع ويخذع للجيش ويوالع على شروط وفي النهاية نحن سودانيين ناس مسالمين مهما حصل ففي النهاية ناس شاء الله بتوصل لي سلام أنا كشاب كده أس أنا عندي أسرة وبعول فيها يعني لو الليلة لو وضع بقتها الحمد لله أو وضع معيشة رخيصة أو إجارات رخيصة بمشي بس تنفر اقتصار الغوات المسلحة بالميدان بالإعلام بالإتصاد والمعنى لنا أنا كمواطن سوداني بل كان عن درائل بخصني أنا كمواطن سوداني لازم تنتهي بالتفاوض لأنه ما في حرب بنتهي أي حرب بنتهي بالتفاوض ولازم يكون في حوار والحوار ده لازم يكون شامل يعني لا تطول الحرب لأنه تضرر الشعب السوداني وتضرر وتشرد الشعب السوداني فلا بد أن يكون في سلامه بأي طرف أن ينظر هذه النظرة النظرة الإنسانية الناس يتفاوض وتصل لنقطة بتاعت اتفاق لأنه الآن الحرب دي تضررنا منها كثير تشردت كل الأسر والآن دمرت البنية التحتية والإختل السوداني نهار وحتى المجتمع يعني ما عارف يعمل شنو طرفين المصاري علم يلتزموا بوقف الحرب فورا ومن ثم دعوت كل المجتمع السوداني من إدارة أهلية من المجتمع القيادات المدني السعب السوداني عانى وضرورة حال إنه الحرب دي تقيف وأي شخص الآن هو بيقول بل بس أو عايز يطيل أمد الحرب دم من ما سوداني أو ما بتحسس مشاعر الشعب السوداني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر